بسم الله هنبدأ نشرح منهج فيزياء 11 متقدم الفصل التاني فهنبدأ نتكلم في الوحدة دي عن ايه بشكل مجمل او في الفصل التاني كله عن ايه عن الطاقة فهنتكلم عن الطاقة الحركية وطاقة الوضع والطاقة الكلية والطاقة الميكانيكية وهنعرف حيات كتير مع بعض طيب اول حاجة الوحدة دي هنتكلم عن الطاقة الحركية والشغل والقدرة فاول حاجة يعني ايه طاقة حركية فبنقول ان اي جسم ليه كتلة بيتحرك بسرعة معينة فهو بيكون مختزن جواه طاقة او بيمتلك طاقة اسمها طاقة حركية فالطاقة الحركية هي الطاقة المرتبطة بحركة الجسم طب قانونها يساوي ايه زي ما قلنا جسم ليه كتلة بيتحرك بسرعة يبقى قانونها اللي بنرمز لها بالرمز K بتساوي نص في كتلة الجسم في سرعته تربية طيب زي ما تعودنا قبل كده لو انا عايز اعرف الطاقة الحركية بتتقاس بايه فبكتب قانونها واشوف الام بتتقاس بكيلو جرام والسرعة بتتقاس بمتر على ثانية والسرعة تربيع يعني متر على ثانية تربيع فممكن اقول ان هي كيلو جرام في متر تربيع على ثانية تربيع وقالوا ان اي طاقة في الدنيا بتتقاس بالجول فالواحد جول يكافئ واحد كيلو جرام في متر تربيع على ثانية تربيع وزي ما كنا اخدنا قبل كده او هنرجع تاني النهاردة ان الشغل بيساوي FFD والشغل ده برضو طاقة يعني بيكافئ واحد جول فممكن اقول ان الواحد جول يكافئ نيوتن في متر ويكافئ واحد كيلو جرام في متر تربيع على ثانية تربيع طيب الطاقة الحركية هل ممكن اقول ان فيه جسم بيمتلك طاقة حركية بالسالب لا الطاقة الحركية دايما موجبة يا اما تساوي صفر امتى هتساوي صفر لو كان الجسم ثابت يعني سرعته بصفر فالV بصفر فالK بصفر طيب مما اننا اتكلمنا عن وحدات الطاقة فمن الحاجات المذكورة في الهيكل ان احنا نكون عارفين ايه هو الالكترون فولت ففي الكتاب شارح ان فيه كذا وحدة بنعبر عنها عن الطاقة مكافئة للجول يعني ايه يعني هنلاقي مثلا في مجال الفيزياء النووية او الفيزياء الكهربية بنعبر عن الطاقة اللي بيمتلكها الالكترون هو لما الكترون ليه كتلة بيتحرك بسرعة وبالتالي ليه طاقة حركية هل هنعبر عن الطاقة اللي بيمتلكها بالجول فبنقول لا لان الاكسام دي صغيرة اوي فهنستخدم وحدة مكافئة للجول اللي هي عبارة عن ايه الالكترون فولت ايه هو الالكترون فولت ده فالالكترون فولت هي كمية الطاقة الحركية اللي بيكتسبها الالكترون لما يتعرض لفرق جهد واحد فولت احنا لما كنا درسنا في الكهربية قلنا الالكترونات بيتحرك لما يكون فيه فرق جهد ما بين نقطتين فلو فيه نقطتين فرق الجهد بينهم واحد فولت الالكترون ده هيتحرك ويكتسب طاقة فبنقول الطاقة الحركية اللي بيكتسبها الالكترون لما بيتصارع عن طريق فرق جهد كهربية مقدار واحد فولت هو ده الوحدة بتاعة طاقة الحركة بتاعة الالكترون ده طيب الالكترون فولت ده يكافئ قد ايه جول يكافئ واحد بوينت ستة زيرو اثنين فعشر أستاذب ساعتاشر جول وزي مثلا الناس اللي بتعمل دايت او بتهتم بالغذاء بتاعها فكذلك الغذاء ده لما انت بتاكل بيديك طاقة الطاقة بتتقاس بالجول هل هنقيس القطعة اللحمة او الفراخ اللي انت بتاكلها وتديك طاقة بالجول لا بنقسها بحاجة اسمها الكالوري فكذلك الكالوري هو ليه رقم معادل للجول بيستخدمه الناس بتوع الغذاء وهكذا فيه وحدات كتير هو ذاكرها مكافئة للجول ولكن المذكور بس في الهيكل هو ان احنا نعرف الالكترون فولت جميل طيب هل الطاقة الحركية دي كمية قياسية ولا متجهة يعني هل عشان اقول ان انا عندي طاقة حركية خمسين جول لازم اذكر هي في انهي اتجاه فبنقول لا الطاقة الحركية هي كمية قياسية وليست متجهة طيب لو انا عندي جسم بيتحرك في بعضين مثلا فالسرعة دي كمية متجهة فلو عندي اقدر اطلع الفي اكس والفي واي يعني المركبين بتوعها فيكون الطاقة الحركية للجسم ده بتساوي نص ام في اكس تربيع زائد نص ام في واي تربيع يعني اقدر اقول بالنسبة للحركة في اكتر من بعد نقدر نكتب اجمال الطاقة الحركية للجسم اللي بتحرك في بعضين ده واكتر من بعد مجموعة الطاقات الحركية في كل محور وجمعهم جمع جابري طيب لو في جسم بيسكت رأسيا من وضع السكون او في جسم بيسكت رأسيا وعايز احسب الطاقة الحركية اللي هيكتسبها في نهاية حركته دي يعني تعالوا انا اتخيل كده لو انا عندي جسم لو عندي مثلا كوب هنا حطه فوق طاولة ومرة واحدة امتشايل الطاولة فالكوب ده هيقع هيقع دي معناها انه هو يتحرك فيه يكتسب طاقة حركية طيب هل الكوب ده لما يقع من على الارتفاع ده هيكسر ولا لو جبت الكوب ده وحطيته مثلا فوق تلاجة او فوق جسم طويل وبرضه انتشايل التلاجة فالجسم ده وقع من ارتفاع اطول نتوقع مين فيهم هيكسر او الكوب ده هيكسر في اني حالة فاكيد الحالة اللي هيكون فيها على ارتفاع اكبر ليه لان خلال الارتفاع اللي اكبر ده اكتسب طاقة حركية اكبر وبالتالي عند اصطدمه بالارض وفقد الطاقة دي فماقدرش جسم الكوباية ده ماقدرش يستحمل فقد الطاقة ده فاكسرت فبنقول ان الطاقة الحركية اللي بيكتسبها جسم نازل من وضع السكون هي عبارة عن ام في جي في الدلتة واي يعني واي النهائية مقس واي اللي ابتدأ ايه وفيه مثال جاي في الهيكل على النقطة دي بيقولي لو سقطت مزهرية ومديني كتلتها من ارتفاع واحد بوينت تلاتة على الارض مطا قطع الحركية قبل الاستضام بالارض مباشرة طب احنا استنتجنا القانون ده منين احنا بنقول ان الكي بتساوي نص ام في سكوير واحنا اخدنا قبل كده من معادلات الحركة ان الفي النهائية سكوير تساوي الفي اللي ابتدائية يعني لو احنا بنتكلم جسم ساقط رأسي فالفي واي النهائية يساوي الفي واي نوت تربيع زائد او هنا عشان الجي هتبقى بالسالب ناقص اتنين جي في الدلتة واي فلو شلت الفي سكوير ديت وحطيت الكلام ده فيبقى نص ام ولو الجسم نازل من وضع السكون فيبقى الفي واي نوت بتاعته بصفر فهتبقى بتساوي نص ام فيه وهشيل الفي واي النهائية وحط ده وشيل دي فسالب اتنين جي في واي ناقص واي نوت طيب فهتساوي سالب النص راح مع الاتنين ام في جي في واي ناقص واي نوت فلو انا ضربت السالب ده في القوس ده هيغير لي الإشارات بتاعت اللي جواه يعني الواي نوت هتبقى موجبة والواي هتبقى سالبة فخلي بالك لو فيه جسم نازل رأسياً القانون هيبقى مجي في واي نوت ناقص الواي مش واي النهائية ناقص الابتدائية فعشان تخلي بالك من القانون ده ان الواي نوت هي الابتدائية فلو جسم نازل من فوق فالواي نوت بتاعته هي اللي بتكون اكبر من واي النهائية لان واي النهائية بصفر عند ارتطام بالارض فهيكون الطاقة الحركية بالموجبة فكلما زاد الارتفاع يعني كلما زاد الارتفاع اللي نازل منه اللي هو الواي نوت كلما كان طاقة الحركة اللي هيكتسبها اثناء نزوله اكبر فده اللي احنا عايزين نعرفه فيه طاقة الحركة ان طاقة الحركة بتعتمد طردياً على الارتفاع اللي بيسقط منه الجسم و من خلال كمان القانون اللي استنتجنا انه هو بيعتمد على قوة الجاذبية يعني كلما كان كتلته اكبر كلما كان الطاقة الحركية اللي هيكتسبها اكبر كلما كانت الجي اكبر يعني الجسم اللي بيسقط من نفس الارتفاع على الارض هيكتسب طاقة حركية اكبر من اللي هيكتسبها لو نازل من نفس الارتفاع على سطح الامر لان الجي بتاعت الامر اقل وبالتالي الطاقة الحركية اللي هيكتسبها تكون اقل لو نزل من نفس الارتفاع مثلاً طيب بعد كده هنتكلم على الشغل والشغل ده مش مصطلح جديد علينا قلنا قبل كده ان الشغل هو عبارة عن الطاقة التي تنتقل من او الى الجسم نتيجة ايه نتيجة ان فيه حركة او قوة بتأثر عليه فخلته يتحرك مسافة في اتجاه القوة دي او تاني حاجة عشان نربوطها بقى بالطاقة الحركية احنا كنا قلنا قبل كده لما انت يبقى فيه جسم بتأثر عليه بقوة فيتحرك ازاحة فانت كده بذلت شغل الشغل المبذول من القوة دي يساوي القوة في الازاحة اللي حصلت وبعد كده عرفنا ان هي كمية متجهة وبالتالي اتضرب القياس الكميتين دول هو عبارة عن مقدار الاول فمقدار التاني في كوزين الزاوية ما بينه طيب اللي احنا عايزين نربطه النهاردة بيه هو ايه علاقة الشغل بالطاقة الحركية فبنقول لما انت بتبذل شغل على جسم فالجسم ده في الاول مثلا كان ساكن وبعد كده اتحرك فانت دلوقتي اديته طاقة في صورة شغل فهو اخذ الطاقة واستخدمها في صورة طاقة حركة فبنقول الشغل المبذول على جسم يساوي التغير في طاقة حركة الجسم فيبقى التعارفين الشغل هو الطاقة اللي تنتقل من او الى الجسم نتيجة حركة قوة او التغير في الطاقة الحركية الجسم بسبب قوة طيب تعالوا الحتة لغبطت ناس كتير اللي هي ايه دلوقتي لو انا بذلت قوة في الاتجاه ده والجسم اتحرك يزاحة في الاتجاه ده فلو عايزين نقول الشغل المبذول من القوة بتاعتي فاتفقنا القانون العام انه عبارة عن القوة في الازاحة في كوزين الزاوية ما بينه هل دلوقتي اتجاه القوة اليمين والجسم اتحرك ناحية اليمين وبالتالي الزاوية ما بينهم صفر وكوزين صفر بواحد فالشغل اللي انا بذلته هيكون بالموجب يعني ايه شغل بالموجب انا دلوقتي بذلت شغل على الجسم ده يعني انا اديته طاقة فلما يجي يقول لي اذا كان الشغل المبذول من جسم او مبذول من شخص خلونا عشان ما نطلق بطش من شخص على جسم شغل موجب فالطاقة تنتقل من الجسم هل الطاقة تنتقل من الجسم الى الشخص ولا من الشخص الى الجسم تتوقعوا ايه بالزبط انا بذلت شغل موجب فالطاقة انتقلت مني الى الجسم طيب لو احنا قلنا نفس الكلام ان انت بذلت شغل لو قلنا ان انت بذلت شغل سالب يعني ايه شغل سالب ان انت وليكن بتزقق عربية فبتأثر عليها بقوة في الاتجاه ده ولكن العربية ماشية واخدتك في سكتها في الاتجاه ده فمعنى كده ان الشغل المبذول من قوتك هو القوة في الازاحة في كوزين الزاوية ما بينهم الزاوية ما بينهم مية وتمانين يعني الشغل اللي انت بتبذله بالسالب فالطاقة هنا بتنتقل منين لفين بتنتقل من الجسم الى الشخص طيب فبنقول ان الشغل الموجب هو عبارة عن انتقال الطاقة الى الجسم ويمثل الشغل السالب انتقال الطاقة من الجسم حلو؟ طيب لو احنا جينا وشوفنا السؤال ده اذا بذل جسم شغل سالب فاي من العجارات التالية صواب هل بتنتقل الطاقة من الجسم ولا الى الجسم؟ فلو احنا اخدنا التعريف اللي احنا لسا يلينه ان الشغل الموجب انتقال الطاقة الى الجسم والسالب انتقال الطاقة من الجسم فهنقول هنا ان جسم بذل شغل سالب فبتنتقل الطاقة من الجسم ولكن هنا فيه تركاية ان الجسم ده اعتبر ان هو الشخص فلو شخص بذل شغل سالب على جسم فاتفقنا شغل سالب ده يعني ايه؟ كأنك بتزوق العربية والعربية بتاخدك في سكتها في الاتجاه المعاكس فانا اتوقع ان الطاقة هتنتقل منين لفين؟ انت الشغل بتاعك سالب يعني الجسم هو اللي بذل عليك شغل بالموجب يعني الجسم هو اللي اداك طاقة فتعالوا نقرأ تاني نفهم من كده ان انت لما بتبذل شغل سالب الطاقة بتنتقل منك ولا اليك هتبقى اليك فلو احنا عايزين نوضح هنا لو شخص بيبذل شغل موجب على جسم فالطاقة بتنتقل من الشخص الى الجسم يعني لو قال لي الطاقة تنتقل من الجسم ولا الى الجسم ولو جاه امسألني على الشخص نفسه فالطاقة بتنتقل من الشخص ولا الى الشخص فلو انا ببذل شغل موجب على جسم فمعنى كده اتقل وبتنتقل مني الى الجسم فعلى حسب هو بيسألني على مين هل هو بيسألني على الجسم اللي بيبذل عليه شغل ولا بيسألني على الجسم اللي بذل شغل فلو قال لي لو انت بذلت شغل موجب على جسم فالجسم ده تنتقل الطاقة الى وبتنتقل الطاقة منك ده لو الشغل موجب طب لو الشغل اللي انت بتبذله سالب فمعنى كده ان الطاقة بتنتقل من الجسم والى الشخص فخلي بالكم ان التركيه دي فلو بذل الجسم شغل سالب معناه الطاقة بتنتقل الى طيب نرجع ونكمل فقلنا ان الشغل هو عبارة عن التغير في طاقة حركة جسم لما انت بتبذل قوة على جسم فيتحرك فمعنى كده ان انت اديته طاقة وبالتالي الطاقة اللي هو اخدها دي اللي انت اديتهله في صورة شغل هو بياخدها في صورة طاقة حركية فزي ما اتفقنا ان الشغل المبذول من قوة سابتة هو عبارة عن الضرب القياسي ما بين القوة والازاح اللي هتحصل للجسم فمقدار الاول في الثاني في كوزين الزاوية ما بينه فعشان كده بنقول لو الزاوية دي تسعين كوزين تسعين بصفر يعني ما فيش شغل زي ايه زي لما انت تكون ماسك كتاب وماشي به ايه اللي بيحصل لو سألني عن الشغل اللي بتبذله قوة الجاذبية على الكتاب او الشغل اللي انت بتبذله على الكتاب انت دلوقتي ماسك الكتاب فبتأثر عليه بقوة الاعلى طب والكتاب تحرك ازاحة افقية فلو عايز الشغل المبذول من قوتك على الكتاب هيساوي قوتك في الازاحة اللي تحركها الكتاب اللي هو مقدار الاول في الثاني في كوزين الزاوية ما بينهم القوة الفوق والازاحة للأفقية يبقى الزاوية تسعين يبقى الشغل اللي انت بتبذله على الكتاب زيرو وكذلك الشغل اللي بتبذله قوة الجاذبية على جسم بيتحرك افقيا عليها بزيرو ولو الازاحة في نفس اتجاه القوة فده بيبقى اقصى قدر من الشغل الزاوية بزيرو فكوزين زيرو بواحد وبالتالي الشغل بيساوي FFD لو الازاحة على مستوى ميل تعالوا نشوف الشغل هيساوي ايه يعني لو دلوقتي جايبين مزهرية زي دي وحطناها على مستوى ميل وسبناها تتحرك فإيه اللي هيحصل هتتحرك تحت تأثير قوة وزنها طب على المستوى الميل الوزن بيبقى عامل كده وبالتالي لو احنا عايزين نقول الشغل المبذول من قوة وزنها او من قوة الجاذبية هيساوي ايه هيساوي قوة الوزن في الازاحة اللي هتتحركها في كوزين الزاوية ما بينهم طيب الزاوية اللي ما بينهم اللي هي ايه اللي هي الزاوية دي طب هل ديت هي زاوية ميل المستوى يعني خلونا نرمز لها بدي وزاوية ميل المستوى هي السيتا فهل الزاوية دي هي هيها زاوية ميل المستوى فبنقول لا ليه وما لقى علاقتها بيها تعالوا استنتاج رياضي سريع كده لو انا عندي المسلس ده فالزاوية دي بتسعين ده افقي وده متجه الوزن عمودي وبالتالي السيتا واحد زائد الالفا بيساوي تسعين طيب لو احنا بصينا على المسلس احنا دلوقتي لو حللنا احنا على المستوى الميل بنعمل موازن المستوى الميل والواي عمودي على المستوى الميل فافهم من كده ان الزاوية ما بين ده وده بتسعين يعني افهم من كده ان الالفا دي زائد السيتا اتنين دي بتسعين ولو تفتكروا ان احنا قبل كده كنا اثبتنا ان السيتا دي هي هي السيتا دي عشان كده بنحل الاف جي بكوزين سيتا هنا العمودي وصين سيتا على البعيد الموازن فلما الالفا زائد زاوية بتساوي تسعين والالفا زائد نفس الزاوية بتساوي تسعين يعني لما اثبتنا ان الزاوية دي بتساوي الزاوية دي فافهم من كده ان الالفا دي علاقتها ايه بزاوية ميل المستوى هي المتممة ليها بمعنى ايه اللي انا عايز استنتجه في الاخر ان لو قال لي مزهرية على مستوى ميل يميل بزاوية تلاتين على المستوى الافقي احسب الشغل المبذول من قوة الجاذبية او من وزنها فهتقول وزنها في الازاحة اللي هتحركها في كوزين الزاوية هل هستخدم دي بتلاتين لا هستخدم المتممة لها تسعين نقص تلاتين اللي هي ستين تمام فعشان كده بنقول لو الازاحة على مستوى ميل بزاوية سيتا فالشغل المبذول هيبقى كوزين الفا طب ايه علاقة الالفا بالسيتا ان هي المتممة لها يعني تسعين نقص طب لو كان جسم بيتحرك بسرعة سابتة فالشغل المبذول عليه من قوة الجاذبية يساوي صفر ليه مش احنا اتفقنا الشغل المبذول من قوة الجاذبية او الشغل المبذول من اي جسم يساوي من اي قوة يساوي التغير في طاقة حركة الجسم طب لما السرعة بتكون سابتة يعني نص ام في في فاينال سكوير نايس انيشال سكوير السرعة هي هيها السرعة فلما اطرح حاجة من نفسها بصفر فيبقى الشغل المبذول من قوة الجاذبية بيساوي صفر لعدم وجود تغير في طاقة الحركة طب لو فيه اكتر من قوة بتأثر في جسم وعايز الشغل الكلي او محصلة الشغل المبذول على الجسم يعني لو انا عندي كوة بتأثر على جسم كده وكوة بتأثر على جسم كده والجسم ده في الآخر اتحرك وليكن ازاحة عاملة كده بزاوية وليكن عشر وده عامل زاوية وليكن تلاتين لو انا عايز محصلة الشغل المبذول على الجسم ده من القوة دي فعندي طريقة من اتنين يا اما هقول ان هي بيساوي القوة المحصلة في الآزاحة اللي هتحصل في كوزاين الزاوية ما بين القوة المحصلة والإزاحة يا اما هقول هجيب الشغل المبذول من القوة واحد ان هو يساوي القوة واحد في الزاوية في سوري الإزاحة في كوزاين الزاوية ما بينه والشغل المبذول من القوة اتنين يساوي القوة اتنين في الإزاحة في كوزاين الزاوية ما بينه والشغل المحصلة هيساوي الشغل المبذول من ده زائد الشغل المبذول من ده كل واحد بإشارة يعني ايه يعني انا دلوقتي عندي قوتين عاملين كده دي افقية ال F1 وال F2 لو رسمتها من بداية التانية فهي عاملة يا ال F2 كانت عاملة كده عاملة زاوية 30 كده وبالتالي دي بتساوي دي يعني عاملة 30 كده طيب لو انا عايز محصلة القوتين فبرسم المحصلة ازاي من بداية الاول لنهاية التاني طيب لو انا عايز المحصلة دي اجيبها ازاي بحلل ده في ال X وال Y في ال X هتبقى F1 هو عامل زاوية 0 مع الافقي فF1 كوزين 0 وF1 سين 0 وال F2 حللها F2 X F2 كوزين 30 وF2 Y F2 سين 30 وبعد كده بجيب محصلة القوة في اتجاه ال X ومحصلة القوة في اتجاه ال Y فدي هتساوي ال F1 X زاوية F2 X اللي انا جبتهم F1 Y زاوية F2 Y اللي انا جبتهم دي طريقة المتجاهات العادية جدا واجيب ال F1 X تربيع زاوية F2 X تربيع زاوية F2 Y تربيع وبعد ما جيب ال F2 X اللي انا جبتها ان القوة المحصلة المؤثرة على الجسم ده جبت مقدارها وجبت اتجاهها عامل اربعين مع القفق طيب والازاحة اللي اتحركها الجسم قلنا في السؤال ان هي الجسم ده وليكن اتحرك ازاحة في الاتجاه ده عامل زاوية عشرة مع القفق فلو عايز الشغل المبذول من محصلة القوة فجبنا مقدار محصلة القوة وهو يقول لي مقداري الازاحة طب الزاوية ما بينهم كام بالزبط هتبقى 30 ليه ده عامل عشرة مع القفق وده عامل اربعين مع القفق فالزاوية ما بينهم هي عبارة عن اربعين ناقص العشرة دي فدي اول طريقة يا اما تاني طريقة ان انا جيب الشغل المبذول من كل قوة واجمعهم مع بعض فهولي الاف واحد في مقدار الازاحة في الزاوية ما بينهم الزاوية ما بينهم كام اف واحد افقيا والدي عامل زاوية عشرة مع القفق فالزاوية هتبقى بعشر فده كده اول الشغل المبذول من اول قوة الشغل المبذول من تاني قوة لو انا مدتها على استقامتها كده فيبقى برضو مقدار القوة التانية في مقدار الازاحة في الزاوية ما بينهم دي عملة تلاتين مع الافقي ودي عشرة مع الافقي. يبقى سيتها اتنين بكام? عشرين. الزاوية ما بينه. اللي هو الفرق ايه ده? اللي هو تلاتين واشيل منها العشرة التحت. واقوم جامع الشغل اللي انا جبته من هنا ده ده الشغل اللي انا جبته من هنا يديني الشغل الكل. فعشان كده بنقول لو في اكتر من قوة بتؤثر في جسمي فعن طريقتين عشان اجيب محصلة الشغل. اول طريقة ان انا اجيب محصلة القوة واضربها الشغل المبذول من محصلة القوة اللي هي محصلة القوة واضربها في الازاحة وكوزين الزاوية ما بينه. والطريقة التانية ان انا اجمع الشغل المبذول من القوة الفردية. طيب. لو انا عندي الحركة في بعد واحد فبيكون الشغل عبارة عن ايه? زي ما اتفقنا. الف في الدلتا ار يعني القوة في الازاحة. لو هو ميديني ان هو اتحرك من النقطة اتنين للنقطة اربعة. فيبقى الازاحة هي عبارة عن اربعة نقص اتنين اللي هي اكس فينال ناس اكس انيش. وزي ما اتفقنا موجب او سالب على حسب الجسم بيفقد او يكتسب الطاقة. فلو القوة والازاحة في نفس اللي اتجاه قلنا الشغل موجب ولو القوة والازاحة في اتجاهين متعكسين هيكون الشغل سالب. طيب نظرية الشغل والطاقة اللي احنا لسا ايلنها ان التغير اللي بيحدث في الطاقة الحركية الجسم بيسوي الشغل المبذول على الجسم من القوة المؤثرة فيه. يعني لما بأثر على جسم القوة او عدة قوة فمحصلة الشغل المبذول من القوة دي هيساوي التغير في طاقة حركة الجسم ده. طيب فعندنا حتة برضو موجودة في الهيكل ان هو ايه علاقة نظرية الشغل والطاقة بقانون نيوتن التاني. طيب فمش احنا بنقول قانون نيوتن التاني بيساوي الام في الا. واخدنا قانون ان الفي تربيع يساوي الفي انشيال تربيع زائد اتنين ايه في الدلتا ايكس. فلو انا عايز الايه لوحدها او هجيب الفي اكس تربيع ناقص الفي اكس النوت التربيع هيساوي اتنين ايه في اكس ناقص اكس. طيب. لو انا ضربت المعادلة ديت في نص ام. ضربت هنا نص ام. والتربيع وضربت هنا في نص ام. فالاتنين راحت مع النص. فيتبقى لي هنا نص ام في في ناقص الفي انشيال تربيع بيساوي الام في الايه في الاكس ناقص الاكس. واحنا لسه متفقين هيطلع لنا ان ده هو عبارة عن الدلتا كي. والام في الايه ده هو عبارة عن اف ضرب الدلتا ار اللي هي الازاحة. ده قانون اللي احنا لسه اليه ان هو الشغل. فعشان كده بنقول ان نظرية الشغل والطاقة بتكافئ قانون نيوتن التاني. يعني من قانون نيوتن التاني. استنتجنا نظرية الشغل والطاقة. وزي ما قلنا ان الطاقة الحركية دايما بالموجب فالطاقة الحركية لا يمكن ان تكون اقل من صفر. فلو الجسم بدأ من سكون فيبقى محصلة الشغل عليه هتسوي الطاقة الحركية النهائية اللي هيكتسبها الجسم. طيب. هنكتفي بهذا القدر. ونكمل في الفيديو الجاي باقي الوحدة. الشغل المبذول من قوة الجاذبية. والشغل المبذول من قوة متغيرة. وهنتكلم عن الزنبورك والقدرة. اتمنى يكون الشرح واضح. ووضحنا فيه الحاجات اللي في الهيكل والتركات اللي موجودة. واشوفكوا على خير.